بين ميليشيا ترفي المطالبة بالرواتب خيانة وحكومة لا تدري ماذا تفعل لا يزال مصير مرتبات الموظفين مجهولا حتى اللحظة فيما الوضع الإنساني لليمنيين ازدادوا سوءا ويقتربوا كل يوم من حدود الكارثة الحكومة وبعد أكثر من شهر على قرار نقل البنك المركزي لا تزال غير قادرة على تفعيل الدورات النقدية وتوفير السيولة اللازمة لدفع مرتبات موظفية الدولة حتى في المناطق التي تخضع لسيطرتها يبدو الأمر أخطر من ذلك فالحكومة أيضا لا تمتلك البيانات اللازمة ولا تزال تحاول استعادتها من مقر البنك المركزي في صنعاء الذي تسيطر عليه الميليشيا فيما يبدو أن هذا الأمر أصبح خاضعا للمقايضات السياسية وزير المالية أكد أن وزارته تواجه الكثير من الصعوبات بهذا الخصوص مع استمرار رفض الميليشيا قرار نقل عمليات البنك المركزي وسيطرتهم على موارد كبيرة في البلاد دون اعتبار لحاجة الموظفين للرواتبهم حسب قوله رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن داغر طمأن من الرياض جميع العاملين في جهاز الدولة بأن المرتبات ستصرف وأن أزمة السيولة سوف تنتهي قريبا موجها وزارة المالية بالبدء بالصرف وفق الخيارات المتاحة وبصورة استثنائية ومؤقتة وبما هو متاح من العملات مع استمرار إعدام السيولة بالريال وتأخر طبع الأوراق النقدية التي كانت الحكومة قد وعدت بها سابقا بعض المحافظات غير الخاطعة لسيطرة الميليشيا لجأت للصرف من مواردها المحلية فبعد مأرب التي صرفت مرتبات جميع الموظفين المدنيين والعسكريين قامت السلطات في محافظة حضرموت بصرف مرتبات المتقاعدين فيما لا تزال بقية المحافظات خارج الصورة مع استمرار سيطرة الميليشيا في صنع على موارد المحافظات ورفضها توفير المرتبات حتى للموظفين في المناطق الخاضعة لسيطرتها وعجز الحكومة عن معالجة هذا الوضع المختل اشتركوا في القناة